مرحبا وكيف الحال؟ لما نتحدث عن السكري ومقاومة الإنسولين نتحدث عن موضوعين نتحدث عن مرض يصيب الآخر نتحدث عن مرض مقاومة الإنسولين اللي بدراد ضلوا يرافقك طول حياتك من أول ما يصير إصابتك لعشر سنوات خلال هذه العشر سنوات كفيلة إنها تهلك بنك رياسك بيتوقف البنك رياس عن قدرته لمقاومة مقاومة الإنسولين فبتتشخص بمرض جديد اسمه السكري اللي بنتج عن ارتفاع السكر التراكمي والسكر الصايم في الدم عشان تشفي السكري لازم تشفي المرض الأساسي وهو مقاومة الإنسولين عشان هيك بحلقتنا لليوم رح نحكي عن إيش هي العلامات الخمسة اللي بتدل على شفاءك من الأساس من مقاومة الإنسولين وانت أكيد بتحضر توقيع صحي مع سمارة وراجعين بعد الفاصل مقاومة الإنسولين مقاومة الإنسولين هي ظاهرة بتصيب الأشخاص بشكل عام نتيجة الإسراف في تناول السكريات والنشويات من خلالها بتفقد كل من أنسجة وخلايا بعض الأجسام أو العضاء المهمة في جسمك قدرتها على استهلاك السكريات وتحديداً لغلوكوز من خلال هذه الظاهرة بتوقف الكبد خلايا الكبد وخلايا العضلات وخلايا الدهون عن قدرتها لاستقبال السكر من خلال تصبيتها أو مرات تدميرها لقدرتها على استقبال الإنسولين طبعاً أكيد رح يؤدي ذلك لارتفاع السكر في الدم وحتى يعوض البنكرياس عن هذه الممانعة من الخلايا بيزيد البنكرياس من قدرته على إفراز المزيد من الإنسولين إفراز المزيد من الإنسولين بيخلي السكر يدخل الخلايا رغم أن فيها ولأنه ما فيه إشي بيزبط إلا بالتراضي بتزداد المقاومة في الخلايا وبزداد الإنسولين وبتدخل فيه هاي الدوامة من الزيادة المضطردة في مقامة الإنسولين هذه الرحلة قصتها ومدتها عشر سنوات بعدها ما بيستطيع البنكرياس إفراز المزيد من الإنسولين الأكتر من خمسة أضعاف الطبيعي وبتراجع إلى ثلاث أربع أضعاف رغم نشاط البنكرياس يصاب الشخص بالسكري وهو فعليا مصاب بمقاومة الإنسولين لا يستطيع البنكرياس على مقاومتها هذا هو تعريف السكري معلومة على الهامش لا يمكن شفاء مرض السكري إلا بطريقة واحدة فقط بكل بساطة هي إيقاف تناول السكريات والنشويات فباستمرارك بإلقاء المزيد من النفايات اللي بالنسبة لجسمك عم تقتله بتأدي إلى أذيته من السكريات من سكر الفواكه والغلوكوز بزداد مقاومة الإنسولين لديك واللي بهلك البنكرياس عندك عند إيقافك لإذاء نفسك من خلال إيقاف الرز والسكر والخبز بالإضافة للفواكه فما بتحدث المرضى السكري بتقل عندك مقاومة الإنسولين وكنديجة طبيعية بيبلش وزنك ينزل وتخسر الدهون والسموم المتراكمة خلال السنين وإذا كنت من المحظوظين قد تعالج نفسك نهائياً من السكري هناك علامات كثيرة للشفاءك من مقاومة الإنسولين لكن أهم خمس عوامل بتوضح شفاءك من مقاومة الإنسولين هلأ حنتذكرها أول هذه العوامل انخفاض السكري التراكمي فإذا انخفض السكري التراكمي عندك أقل من 5.2 فأنت على الطريق الصحيح وقد يدل هذا على أنه أنت انشفيت من مقاومة الإنسولين تحتاج عادة مدة الشفاء من مقاومة الإنسولين بين 6 أشهر إلى 12 أشهر إذا كنت أنت ملتزم بالحمية بطريقة صحيحة وإذا أنت بعد 6 أشهر قرأت التراكمي ولساته مرتفع فهذا دليل أنك أنت ماشي في الطريق الخطأ فالتراكمي لما يكون مزبوط بحتاج 3 أشهر ليبين التغيير فالتراكمي يعطيك آخر 3 أشهر كقراءة لمعدل قراءات السكر عندك في الدم أما العلامة الثانية على شفاءك من مقاومة الإنسولين هو فقدانك الشعور بالجوع بتظلك دائما شبعان طبعاً لما يكون الشخص عنده ما في مقاومة الإنسولين تستطيع الخلايا بسهولة الاستفادة من السكر الصايم لما تكون أنت في الحالة الكيتونية سكرك منخفض ومشجوعان معناته أنت عم تستفيد من السكر هذا بسهولة وبتستفيد برضه من الكيتونات فإذا أنت لذاتك بتشعر بالجوع وخصوصاً بعد الوجبات فهذا دلالة على مقاومة الإنسولين حفزت البنكرياس إفراز عالي جداً حيقضي إلى هبوط سريع للسكر في الدم وبالتالي الشعور بالجوع فإذا أنت لذاتك بتشعر بالجوع وبتشتهي الحلو فإنت لسه عندك مقاومة الإنسولين العلامة الثالثة لشفائك من مقاومة الإنسولين هي بكل بساطة انخفاض الدهون الثلاثية وارتفاع الـ HDL الدهون الثلاثية هي عبارة عن أربع جزيئات عبارة عن ثلاث جزيئات من الدهون مربوطة بجزي إجلسرول كل ما كان عندك مقاومة الإنسولين جسمك بفرز إنسولين أكتر وبالتالي جزء أكبر من السكر موجود في الدم بتم تحويله إلى دهون وتجميعه بنص جزيئ سكر منسميها دهون ثلاثية هذه الدهون الثلاثية أو ارتفاعها هو أول علامة لإصابتك بمقاومة الإنسولين وإذا أنت بتحضر الفيديو وعندك دهون ثلاثية مرتفعة فإصابتك بمرض السكري هو موضوع وقت فإذا أنت لاحظت أنه انخفض الدهون الثلاثية عندك فهذا دليل على تحسن مقاومة الإنسولين وربما الشفاء بينما موضوع الـ HDL الـ HDL هو عبارة عن بروتينات تحمل الكوليسترول والدهون وبتعيدها إلى خلايا الكبد كل ما نزل قيمة الـ HDL اعرف أنه أنت في مشاكل في جسمك وعن بيحاول الـ HDL يعيد الكوليسترول اللي تم استهلاكه في إصلاح هذه المشاكل فلما تخلص إصلاح مشاكل جسمك حيبطل الـ HDL مشغول في الإصلاحات وإعادة المهندسين من الإصلاحات وبالتالي ارتفاع الـ HDL دلالة أنه أمورك في تمام أما العلامة الرابعة أنك بتبطل تشتهي السكريات لما بتظلك تشتهي السكريات فهو دلال لأنه الخلايا عندك ما عم تحصل على كفايتها بالطاقة رغم موجودها في جسمك فعدم قدرة الخلايا على استهلاك أو حصول على تغذيتها من كام بروتينات أو على سكريات من غلوكوز أو أجسام كيتونية هي دلالة على مقامة الإنسولين إذك واللي حينعكس عليها جوع الخلايا اللي حتعطيك شعور ضفين بجوعك دائما رح تشتهي النشويات فإذا لستاتك أنت بتحب السكر وما بتستغني عنه فاعرف أنه السكري ما رح يستغني عنك زبط أكلك حتى تقلل مقامة الإنسولين وتبطل تشتهي الحلويات أما العلامة الخامسة على عدم إصابتك بمقامة الإنسولين وشفاءك هو أنك بكل بساطة تخسر دهون الحشوية في منطقة البطن وتخسر بطنك المتدهة دلي اللي بيدل على مقامة الإنسولين الأشخاص اللي عندهم مقامة الإنسولين دائما ما بحشوا الدهون عندهم في خلايا الدهنية المحيطة في منطقة البطن بالإضافة إلى الأعضاء لما أنت يقل عندك محيط خسرك عن 102 ويقل محيط خسرك عن 88 فهي دلالة على نقصان مقامة الإنسولين إذا أنت أو أنت ثابت وزنك لفترة طويلة ومنطقة البطن لسه ممتلئة عندك فأعرف أن مقامة الإنسولين هي مثبتة وزنك لأن الإنسولين قادر على أنه يبطئ طق الحرق عندك ديروا بالكم التزموا بالرياضة لأنه كل ما زدت أنت كتلة عضلية أكتر بتزيد عدد الشاحنات أو الباصات اللي بتحمل المواطنين اللي هم السكريات الرياضة والالتزام بالحمية الكيتونية كلاهما بيقلوا لمقامة الإنسولين بالرياضة بتزيد قدرة التعامل مع السكريات بنهاية حلقتنا لليوم إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبغل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تبغل على نفسك بأنك ما تشترك بالقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى يجيك أول بأول لإشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إلك وما تبغل علينا بأنك تعملنا لايك فإحنا بتجيعك ونستمر وأكيد بنشوفكم بعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو and فاستينك بلينت وبتقدروا تتابعوني على الإنستغرام والسنابشات وجديد دخلنا التكتوك بنشوفكم على خير وأكيد تقدروا تشوفوا موقعنا الإلكتروني على الإنترنت سمارس كيتولايب دوتكم ونشوفكم بعلا خير وبأمان الله مع السلامة باي في كل فصل في هذا الكتاب أعوام من التعلم وتلخيص لخبرتي مع آلاف المرضى والأصدقاء مع نهاية كل فقرة وبداية كل عنوان سعادة في إنجاز هذا العمل المتقن ليلخص رحلتي بالكيتو هذا الكتاب الأول والوحيد والفريد من نوعه المفصل والمتخصص بحمية أنقذت الملايين هذا الكتاب هو خارطة الطريق في تطبيقك الدقيق لحمية الكيتو لتتفادى أخطاء الآخرين تحت عباءة غلاف هذا الكتاب حياتي وقصة نجاحي أضعها بين يديك لتكون الأقرب لقلبك هذا الكتاب هو قصة نجاحك لحياة أفضل لصحة أفضل بقلم أحمد سمارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر